من مركز الخدمات السياحية الذي يعد المحطة الأولى لصعود الجبل الأخضر بدأت مبادرة الحملة التوعوية البيئية للنساء لتشمل على مدى يوم كامل مختلف المواقع الطبيعية السياحية وذلك بمشاركة نحو خمسين امرأة من مختلف شرائح المجتمع وبدعم مباشر من وزارة البيئة والشؤون المناخية وشركة بيئة هذه المبادرة استحدثت لتوصيل رسالة فيها عدة أفرع الفرع الأول تعزيز التعاون والمشاركة والتواصل في مجال خدمة المجتمع والبيئة أما المجال الآخر هو الحفاظ على البيئة من خلال زيارتها وتقدير معالمها والاطلاع على النعم التي حباها الله هذه البلد المبارك طبعا الرسالة الأساسية والرؤية الأساسية لشركة بيئة هي صوم بيئة عمان الجميلة للأجيال القادمة فطبعا حملة التنظيف هي واحدة من أهم النقاط التي تسعى شركة بيئة لتطويرها في المجتمعات وحث الأشخاص على ممارساتها بشكل مستمر وخلال الجولة في ربوع الجبل الذي يعد واحدا من مناطق الجذب السياحي في السلطنة نفذت النساء المشاركات حملة للنظافة العامة شملت حلم سبت ومحمية الجبل الأخضر لسيما وأنها من المناطق التي تشهد حراكا سياحيا نشطا ووجهة للتخيم والترحال نتعرف على البيئة العمانية طبعا مش بس المنطقة اللي نحن ساكلين فيها ننتقل مناطق بعيدة مثل الجبل الأخضر اليوم يعني منطقة وعرة وبعيدة نتعرف على المساحة اللي في الجبل الأخضر البيئة اللي في الجبل الأخضر البيئة الصحراوية والبيئة الزراعية وكيف ممكن نحن نحقض على هذا البيئة نخليها بيئة مستدامة وبيئة جميلة نقدر كلنا نستفيد منها البيئة شيثمين وهذا يرقع للبلد نفسه وللمواطنين يجب علينا المحافظة على البيئة دوما الحملة في بعدها التوعوي حملت رسالة صريحة بعثت بها المرأة لمرتادي الجبل شكلت دعوة لتحمل المسؤولية المجتمعية والمحافظة على النظافة العامة وحفظ البيئة الفريدة لتظل موردا مستداما للأجيال القادمة وتتطلع النساء المشاركات في حملة التوعية البيئية في نيابة الجبل الأخضر إلى تكرار هذه المبادرة من قبل قطاعات مجتمعية أخرى سعيد بنذيب الهنائي من نيابة الجبل الأخضر محافظة الداخلية